من هذا الخبر نعتذر عن التفاصيل المؤلمة لبلد أخرى عمق الأمن المصري والتفاصيل فيها برضو مؤلمة مش عارفة سامحوني بقى يعني من شهر أربعة اللي فات والاقتتال في السودان من صعب إلى أصعب ربنا يكون فعون أهلين هناك لكن كان عندنا عشر تلاف طالب مصري بيدرس في السودان إيه الأخبار اللي رجعوا منهم عملوا إيه قدروا يوصلوا حياتهم إزاي معانا حد من هؤلاء الطلبة والطالبات موجود معانا حالاً دلوقتي وهي هاجر موجودة معانا عبر زوم وهي واحدة من العائدين من هذا المكان اللي قاسة كتير جداً هاجر مساء الخير مساء النور أهلاً بحضرتك هاجر رجعت إمتى؟ إحنا رجعنا شهر 12 أول شهر 12 آخر شهر 12 ودي كانت الرجع بالنسبة لك الأخيرة ولا روحتي وجيتي بعد كده ولا حصل أي حاجة؟ دي كانت آخر مرة أيها دي آخر مرة نزلنا فيها إحنا سافرنا بعد الحرب اللي حصلت لأن إحنا كانت أنا الطالبة في كلية في مدني ومدني كانت أمنا مستقرة ساعتها والدراسة كانت مستمرة في كلية عادي وإحنا كنا إسلنا شهور إن إحنا نتخرج خلاص يعني كنا إن شاء الله كلها كم شهر وهنتخرج فإحنا رجعنا علشان نكامل دراستنا هناك ونتخرج مع الطلبة ودفعيتنا اللي موجودة هناك بس حصل مرة واحدة إن إحنا نصحينا على ضرب نار وأصوات مهولة في الشوارع في مدني إحنا كنا خايفين نتحرك خايفين نخرج من البيوت خايفين نأخفض قطوة لقدام اتواصلنا مع الدكتورة سوها وزيرة الهجرة بلغناها إن العدد الطلبة اللي موجودين في مدني حاليا أزيت 800 طالب إحنا عايزين نتحرك خايفين نخرج نعمل إيه؟ كان فيه الأول حصر للأعداد وحصر للأسامي بس إحنا اتحركنا جمجموعات لإن الوقت ما كانش في صالحنا خالص لإن الدعم كان متحرك بطريقة فضيعة في شوارع مدني اتحركنا جمجموعات في وسط تعب أعصاب وبهدلة وكانت الأهالي في وطع مفزعة جدا من الأخبار اللي كانت بتطلع واللي بيظهر حضرتك إحنا سفرنا رجعنا مصر خلال 8 أيام من الصفر والبهدلة كانت الصورة مفزعة جدا لنا والأهالينا بعد كده إحنا كلكم رجعتوا سالمين يا هاجر الحمد لله كل المجموعة اللي اتحركت رجعتوا سالمين وكان إيه السفر برية عن طريق إيه عربيات؟ كنتم بتكونت راجعين إزاي؟ إحنا حضرتك كنا كل شوية بننتقل من منطقة المنطقة إحنا خرقنا من مدني رحنا القدارف ومن القدارف رحنا سينار ورحنا كل منطقة بنعود فيها شوية لحد ما نلاقي مواصلة لأنه ما وفيش مواصلات عامة دايريكت للضريق يعني فكنا بنتنقل دي كلها على مصارفنا الشخصية كان فيه استهلاك فظيعة للأسعار وللأماكن يعني رحلة من المعاناة استغرق التمنت يا محمد الله على سلامك وأنتي وكل الناس اللي معاك أنا يهميني دلوقتي مستقبلك كمان يا هاجر عملتوا إيه في موضوع القيد في مصر أو التعامل هنا؟ حضرتك إحنا بعد ما وصلنا مصر توجهنا للجامعات الخاصة لأن في كل من الجامعات اللي فيها المستوى الخامس أو الفرقة الخامسة اللي هو أنا فيها حاليا توجهنا لجامعة مصد وجامعة أكتوبر قابلنا الشؤون في جامعة مصد جامعة مصد كانت مرحبة جدا بينا وأنهم عندهمش أي مشاكل لاستقبلوا الطلبة في السودان اللي موجودين دلوقتي بس كانت الشرط الأساسي ليهم أنه هو خطاب يتوجه من الوزارة للجامعات الخاصة باستقبال الطلبة وفتح أب مقاعد ليهم تمام، أنت توصلتوا مع الوزارة؟ أيوة توجهنا للوزارة، كان عدد كبير واقف قدام الوزارة في مختلف التخصصات مش بشري بس ولا الفرقة الخامسة بس بس هم اختاروا اتنين بس يطلعوا يتكلمون يا بات أنا عن الجروب كله فأنا طلعت أنا وواحدة زميلتي، تكلمنا مع وكلي الوزارة بلغنا بالصورة العامة بتاعتنا واللي حصل وإنحنا عايزين جامعات بس عشان نكمل دراستنا وكلي الوزارة طلب مننا التماس ونقدم صورة من البطاقة الشخصية وبلغنا أن فيه اجتماع إن شاء الله هيبقى بخصوصنا وإن هو عشان نلحق الترمي التاني نكامل دراستنا ومشيسيبه مستقبالنا ده كان إمتى الاجتماعي هاجر؟ كان إمتى الاجتماع مع وكلي الوزارة؟ إحنا حضرتك بعد ما وصلنا على طول يمكن أول شهر واحد أو آخر شهر 12 بعد ما وصلنا هاجر إن شاء الله يتم البط فيه بشكل سريع لأن ده مستقبالكو وإحنا هنا معاكو هنتابع ده وحنتابعوا معاكم وهنتابعوا مع الوزارة حمد الله على سلامتكو ومستقبالكو ما يرديش حد أبدا هو يديع وشكرا لإنك اتكلمتي باسم زمايلك كمان هاجر حسن طالبة مصرية حضرتك والحادة دلوقتي ما فيش أي إجراءات اتخذت بحقنا إحنا الحادة دلوقتي توجهنا للدكتور محمد غاني المساعدة الوزير ووكيل الوزارة اتكلمنا معايا وقالنا إن فيه اجتماعات بس لحد دلوقتي ما فيش أي إصدار للاجتماع آخر امتحان تحديد مستوى كان في شهر عشرة ولحد دلوقتي ما اتعقدش امتحان تحديد مستوى رابع فيه طلبة كتيرة جدا غيرنا إحنا الطلبة اللي لسه راجعين مستنيين من ساعتها فيه طلبة من روسيا فصلوا مقاعدهم في الجماعات الروسية هاجر بتتكلمي على إن الاجتماع كان في شهر يناير اللي إحنا فيه ده شهر واحد ده لا هو مقابلتنا إحنا مع الوكيل الوزارة كانت في آخر شهر 12 أوكي هاي يعني إحنا هنتابع وإحنا يعني من أيام يعني إحنا بنتكلم إحنا النهاردة 14 يناير وكويس إن أنت موجودة معنا عرضنا كمان الموضوع هو وإلى السيد يعني وزير التعليم العالي والسيد وكيل الوزارة اللي اجتمع مع شبابنا وبناتنا دول أكيد محتاجين حل يعني الموضوع خارج عن إيديهم وكفاية اللي هم ما تعرضوا له إحنا مشكورة جدا يا هاجر وحنتابع إحنا الموضوع كمان معاكم ومع الوزارة وصدق وصفل يعني مستقبل ولادنا ما نرديش حد أنه ويضيع يعني يعني نظرة رحمة